بغض النظر عن الكاميرا اللي بدك تشتريها في خاصيتين أنا بالنسبة لي لازم يكونوا موجودين بأي كاميرا بدك تشتريها حبيبي الخاصية الأولى اللي هي خاصية الواي فاي أو الاتصال عن بعد الويرلس كوميونيكيشن المقصود فيها أنه أنت بتقدر تشبك كاميرتك على تليفونك أو على اللابتوب وتتحكم بكل إشي موجود في الكاميرا عن بعد فهاي بتفيدني كثير لما أنا بدأ أجي أصور مثلا الطعام والكاميرا تكون معلقة توب فيو وكثير بعيدة عني بشبك الكاميرا على التابلت وبتحكم بكل إعدادات اللي موجودة فيها وبلتق الصورة عن طريق التابلت كمان بتفيدني لما أصور بمطعمة أو أصور منتجات بدل ما أفرجي الشغل اللي زبون على شاشة الكاميرا الصغيرة إلا بخلي التابلت معاه بيشوف المشهد كامل قبل التقاط الصورة بفرجيني أنه هاي الزاوية منيحة هذا المنتج هاي زاويته منيحة اللي حواليه ومرات بخليه يكبس وهو يأخذ الصورة بيده مشان يحس أنه هو أنجز معي كمان وتعب بالصورة هيك بيحتفل بالصورة أكثر وبيحبها أكثر غيريك موجود في تطبيق Canon Camera Connect هذا التطبيق بينزل على تليفونك وبتواصل مع الكاميرا مباشرة بيسمح لك أنه أي صورة بتصورها على الكاميرا فورا تنتقل باكب نسخة احتياط منها على التليفون وهاي خاصية جدا مهمة لمصورين الأعراس والإفنتات والأحداث خصوصا في حال ضربت عندك المموري ضربت عندك الكاميرا الصور بتظل موجودة على تليفونك أو على التابلت معمول لها تخزين باكب احتياط والخاصية الثانية اللي بنصحك تكون موجودة في كاميرتك اللي هي تلت سكرين إنه الشاشة بتطلع من محلها وبتلف شاشة الكاميرا هاي كثير بتفيدك خصوصا إذا بتصور حالك فيديو وفلوغ هاي أكيد لازم تكون خاصية موجودة حاليا كل كاميرات الكون الميروليس الحديثة تقريبا شاشتها بتطلع وبتلف الـ R الكون R فبلف الشاشة علي وبقدر أصور براحتي أو إذا أنا باستخدمها على الـ Ronin أو على أي ستيبلايزر أو سلايدر كمان بقدر ألف الشاشة باتجاهي وأتحكم فيها براحتي وأشوف الـ View اللي بصوره بشكل واضح وممتاز لعيوني عاد عن هاي الخاصيتين فيها أشياء ثانية ممكن تتبع لها حجم البطارية كبير مدخلين ممري هاي أشياء حسب تخصصك أنت بدك تدرسها رح نشرح هنا بتفصيل أكثر بالموضيع الجاي إن شاء الله ترجمة نانسي قنع